نجحت الأمم المتحدة في إقناع الأطراف الليبية بضرورة استئناف الحوار في جينيف على أن ينقل لاحقا إلى ليبيا وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أن اجتماع ليبيا يجري الإعداد له هذا الأسبوع من دون التفاصيل حول موعده أو مكانه أو المشاركين فيه واعتبرت أن المكان والموعد مرتبطان بإنهاء الاستعدادات اللوجستية والأمنية وتشهد العاصمة الليبية تحضيرات أمنية منظمة وغير مسبوقة تبدو أنها مرتبطة بتطورات مكان عقاد الحوار الليبي هذا ومن المقرر عقد اجتماع آخر بموازاة اجتماعات ليبيا المنتظرة في جينيف بمشاركة أحزاب وناشطين سياسيين وقادة مجموعات مسلحة اجتماع جينيف اليوم يشارك فيه أعضاء في البرلمان المعترف به دوريا وبعضهم كانوا من المقاطعين وكان قد قاطع أيضا المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان المنتهية بلايته قاطع اجتماع جينيف وعد إلى ممارسة نشاطاته التشريعية وهو ما زاد الوضع سوءا مع قيام حكومتين وبرلمانين يتنازعان السلطة في ليبيا الجديد في الجولة الحالية من الحوار الليبي أن بعثة الأمم المتحدة ستعقد اجتماعا يجمع عناصر من البرلمانين المتنازعين لأول مرة